دكتور زاكر نتواجد الآن في متحف المتروبولاتيان للفنون وننظر إلى لوحة جدارية ضخمة على الجس دكتور ماكنتاير تعود هذه اللوحة إلى الجملون الشرقي في معبد جوانج شانج السفلي في إقليم شانشي تم إعادة اكتشاف هذا المعبد في ثلاثينات القرن العشرين لأنه تم العثور على مجموعة كاملة من الكتب البوذية المقدسة التي تسمى سوترا في مباني المعبد وقد جعلت هذا الدير معروفا على نطاق واسع قرر الكهنة إنزال الجداريات وبيعها للحصول على مال لترميم المبنى تم إنزال هذه الجدارية وبيعها لتاجر باعها لرجل الأعمال الأمريكي أرثر ساكلر وفي عام 1964 منح ساكلر لمتحف المتروبولاتيان للفنون دكتور زاكر إنها رائعة لكنها أيضا غير مألوفة بالنسبة لي فأنا معتاد على رؤية لوحات المخطوطات الصينية لكن ما مدى شيوع الجداريات دكتور ماكنتاير في الحقيقة كان الشكل الأول ألهام للرسم في الصين هو رسم الجداريات ونعلم ذلك من موارد نصية وتم العثور على مواضيع دنيوية في الخمسين عام الماضية لكن في شمال غرب الصين تحتوي مواقع كهوف موغاو على موسوعة ضخمة للجداريات البوذية التي امتدت من القرن الرابع حتى القرن الرابع عشر وتحتوي الكهوف والمعابد في جميع أنحاء الصين على لوحات جدارية وشكلت الجداريات نوعا هاما من اللوحات التي لم تبقى إلى يومنا هذا دكتور زاكار تعود هذه اللوحة إلى بدايات القرن الرابع عشر وبحلول ذلك الوقت كانت البوذية في الصين موجودة لمدة ألف عام إذن هذا نظام تصوير مطور بشكل جيد دكتور ماكنتاير أجل تعود هذه الجدارية إلى مملكة تيوان والتي ضمت حكاما أجانب حكم الصين دكتور زاكار عندما تم رسم هذه اللوحة كانت الصين تمر بتحول سياسي كبير فقد سيطر المغول على الصين ضد الهان دكتور ماكنتاير وحد المغول الصين وتم اعتماد نوعا مختلف من الرسم في البلاط لكنه كان نمطا مرتبطا بفن منطقة الهيملايا وفن منطقة التبت دكتور زاكار ألاحظ وجود تناقض كبير بين تصوير البوداسف وتصوير بوذا حيث يبدو تصوير بوذا فارغا أكثر يبدو أنه تم تصويره بهذا النمط المحدد للغاية بعكس هذا الزي الملئ بالمجوهرات دكتور ماكنتاير لقد تخلى بوذا عن جميع الروابط الدنيوية ولذلك تم تصويره في زي كاهن بينما كان البوداسف يمثل أشخاص مثقفين فقد أبقوا على الجانب الدنيوي لديهم لمساعدة جميع الكائنات الحساسة في التحرر من السمسارة أي الدورة اللانهائية للبعث ولهذا السبب تم تصويرهم بينما لا يزالون في زي فخم دكتور زاكار تم تصوير بوذا في وضعية الاسترخاء دكتور ماكنتاير وتسمى حركات يدي البوذيين مودرا وغالبا ما تشير حركات اليدين المحددة إلى مذهب البوذية الذي يتم تصويره دكتور زاكار أعتقد أن الأمر قد اختلط علي لأنني أنظر إلى بوذا الموجود في الوسط يمكنني رؤية شحمات الإذن الطويلة وارتفاع الجزء الخلفي من الرأس وكنت أفترض أن هذا هو تصوير بوذا التاريخي هل تم نقل هذه السمات إلى شخص بوذا آخرين أيضا؟ دكتور ماكنتاير لقد بدأت البوذية في السهول الشمالية في الهند وانتقلت إلى الصين إذن في البداية كان بوذا شخصا وليس إلها هذا هو بوذا التاريخي المسمى شاكيا موني وولد في سفوح جبال الهملايا وبتطور الديانة سمي مذهب البوذية الذي انتشر في الصين مهيانا وحسب اعتقاد المهيانا يوجد بوذيين يترأسون الفردوس في كل مكان ومن المرجح أن هذه اللوحة هي تصوير لتجمع بوذا الطب ويكمل الأمر الرئيسي الآخر في بوذية مهيانا في البوداسف لأنه دين الرحمة التعاطف وكان البوداسف شخصا رحيما لذلك قام الكثيرون بعبادتهم في البوذية الصينية دكتور زاكار وبالانتقال إلى الأسفل ننتقل من تصوير إلهي يمكن رؤيته بوضوح أعلى الهيكل الحقيقي يمكن رؤية شخصيات البوداسف ضخام الحجم وبوذا الذي يجلس على براعم زهور اللوتس وتوجد قاعدة تمثال أسفل ذلك تم تزيينها بشكل جميل وأسفل ذلك يمكننا رؤية مجموعة من الحضور الثانويين يجلسون بمستوى الناظر بما أن اللوحة ضخمة في المتحف لكن لا يزال ذلك الموضع مرتفعا دكتور ماكنتاير يمكنك رؤية مجموعة متنوعة من القرابين التي تفصلها قاعدة اللوتس وتحيط بها هالة من الخلف دكتور زاكار سواء كنا ننظر إلى صورة بوذة الكبيرة أو البوداسف أو تلك الشخصيات في الأسفل أم لا تم إبراز الأشكال المنحنية الأضلاع يبدو كل شيء محددا بخطوط محيطة داكنة دكتور ماكنتاير يبدو ذلك واضحا في الأوشحة التي ترتديها الشخصيات ويمكن ملاحظة إبراز الحركة والإنسيابية باستخدام الخطوط انظري إلى طريقة ملئ رسومات هذه الشخصيات إذن يعتمد ذلك على جعل الخطوط سميكة أو رفعة أيضا دكتور زاكار وتزخر الجدارية بهذه الألوان المذهلة أيضا دكتور ماكنتاير لابد أن الألوان كانت أكثر سطوعا وعند تصورها في المعبد لابد أنها كانت في مساحة بحيث تتجاور مع جداريات أخرى وتماثيل ملونة دكتور زاكار كان ذلك ليناسب بيئة الرهبانية هل كان الغرض وراء ذلك تعليميا؟ دكتور ماكنتاير لقد صنع الحرفيون هذه اللوحات البوذية وأشرف عليها الكهنة للتأكد من أن الصور كانت صحيحة وتم استخدام الرسومات والتماثيل البوذية لأغراض توجيهية دكتور زاكار هناك نوع معين من الأيقونات التي أراها مذهلة على الرغم من أننا لسنا متأكدين من موضوع الجدارية حتى الآن دكتور ماكنتاير أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن الفن البوذي الصيني لا يزال موضع بحث دكتور زاكار هذا يذكرنا أن تاريخ الفنون حي وقد تتغير آراءنا حوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر